وقال ابن العبري في صفحة 246 ثم وصله أي وصل إلى خوارز مشاه ثم وصله خبر أبور جور ماغون نوين النهر في طلبه فتوجه إلى تبريز الآن هم يلاحقون خوارزم بعد وفاة الأب بقي الأمر على ما هو عليه في ملاحقة خوارزم لأنه قد غدر بهم ونكل بعوائلهم بنسائهم بأطفالهم تصرف معهم تصرف اللصوص وليس تصرف الأحرار وليس تصرف الموك فصارت همتهم الثار من خوارزم وأرسل خوارزم رسولا إلى الخليفة وآخر إلى الملك الأشراف ورسولا إلى السلطان على الدين صاحب الروم يستجيشهم ويعلمهم كثرة عساكر التتار وحدة شوكتهم وشدة نكايتهم وأنه إذا ارتفع هو من البين أو من البين يعجزون عن مقاومتهم وأنه إذا ارتفع هو من البين يعجزون عن مقاومتهم وأنه كسد الإسكندر يمنعهم عنهم فالرأي أن يساعده كل منهم بفوج من عسكره ليرتبط بذلك الجأش أصحابه ويحجم بهم العدو عن البلاد فيحجم قال من هذا النوع وأكثر قال من هذا النوع من الكلام وأكثر واستصرخهم فلم يصرخوه واستغاثهم فلم يغيثوه فشت بأرمية وأشتوه هذا انقضى فصل الشتاء بأرمية وفي الربيع توجه إلى نواحي ديار بكر وصار يجي أوقاته بالأين بالصلاة بالنسك بالعبادة بالصيام وهو مطارد وهو فعل كل تلك المنكرات وانهزم أمام التتار أين يقضي أوقاته هذا الخليفة هذا السلطان هذا الإمام هذا ولي الأمر يقول وصار يجي أوقاته بالتمتع واللهوي والشراب والطرب لاحظ يبرر ابن الأبري يقول كأنه يودع الدنيا وملكها الفاني لاحظ هذا هو منهج السلاطين من بدي أمية وأنت نازل هؤلاء هما أمة ابن تيمية توديع الدنيا يكون بالخمور واللهو والشراب والطرب ومن ناحية وبالإحاظ نقول لهم الحق لأنهم سيذهبون إلى نار جهنم وإلى بئس المصير فأن يجدون من هذا في ذلك المكان فهم في يأس فماذا يفعل يقول لأأخذ ما أستطيع وما يمكن أن ألهو به في هذه الدنيا من اللهو والشراب والطرب والفساد والفحش وبعد هذا سأحرق في نار جهنم هذا هو منهج ابن تيمية وأمة ابن تيمية هذا هو توديع الدنيا عندهم يقول كأنه يودع الدنيا وملكها الفاني التفت هذا هو واقع حال السلاطين الخلفاء أمة المسلمين وأمراء المؤمنين فهنيئا للمارقة أبناء تيمية بهم وحشرهم الله معهم في اقتران لا يفترقان اللهم آمين يا رب العالمين ولا أدري لماذا التزييف والتدليس بتسميتها بالدول والحكومات الإسلامية وهي في حقيقتها وواقعها علمانية وأكثر انفتاحا وإباحية وعلمانية من العلمانية نفسها فمن منكم شاهد أو سمع خبرا يقينيا عن أحد حكام العرب أو حكام البلدان الإسلامية أو حكام الدول الغربية أنه فعل مثل ما كان يفعل خوارزم وأمثاله الفسقة الفجرة بالجهري والعلني في السلم والحربي في الصباح والمسائي والناس تبادئ والبلاد تخرب وتدمر وتزال على أيدي الغزاة فأي دين وأي أخلاق وأي عقل وأي إنسانية تجعل أو تقبل أن يكون مثل هؤلاء أئمة وخلفاء يحكمون باسم الإسلام يكمل ابن العبري وبينما هو في ذلك يسر هو مسور بأن له والشراب والطراب يقول وبينما هو في ذلك يسر يعقب ابن العبري لا بل يغر وسنذكر هذا وسنبين بأن ابن العبري هو رجل نصراني مع هذا لاحظ كيف يصف الخليفة الإسلامي الإمام الإسلامي السلطان الإسلامي يقول وبينما هو في ذلك يسر لا بل يغر فجأه هجوم بايماس نوين في عسكره ليلا فجأه هجوم القائد المغولي وعساكر المغول عساكر التتار يقول فجأه هجوم بايماس نوين في عسكره ليلا فتكلف للانتباه وعاين نيران المغول بالقرب من مكانه فتقدم إلى الأمير أورخان أن يلم به الجماعة فتقدم إلى الأمير أورخان أن يلم به الجماعة ويشغل المغول عند الصبح بالإقدام طار والإحجام أخرى وفر هو مع ثلاثة نفر من مماليكه تائها في جبال ديار بكر أدت روايات كما ذكرنا سابقا في قضية هروب خوارزم ونهاية خوارزم وكيفية موت خوارزم وأين مات خوارزم فلما أصبحوا ظن المغول أن جلال الدين خوارزم شاه فيهم أي في عساكر الأمير أورخان فجدوا في طلبهم طاردين في أعقابهم وهم منهزمون بين أيديهم ولما تحققوا أنه ليس معهم رجعوا عنهم فأما جلال الدين خوارزم شاه فأوقع به قوم من الأكراد ببعض جبال آمد ولم يعرفوه وقدروه من بعض جند الخوارزمية فقتلوه والمملكين فقتلوه والمملكين طمعا في ثيابهم وخيلهم وسلاحهم